من جديد يعود ملف الأسرى إلى طاولة التفاوض بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل بوساطة مصرية فبحسب مصادر للميادين فإن جهدا مصريا مكثفا بذل ولا يزال لإنجاز صفقة إنسانية تقدم فيها المقاومة معلومات تتعلق بمصير الجنود الإسرائيليين لدى المقاومة في مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال وكبار السن كمرحلة أولى من صفقة تمهد لجزء آخر يكون ثمنها كبيرا جدا إسرائيليا هناك ضغطات كبيرة على بن يمين نتنياهو وخاصة من قبل أهالي الجنود الأسرى حتى ظروف كورونا تدعم باتجاه إبرام صفقة تبادل الضغوط على نتنياهو والمسيرات نتنياهو بحاجة إلى إنجاز سياسي المصادر أكدت للميادين سعي المقاومة لإبرام اتفاق ينهي معاناة الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ولسيما في ظل تفشي كورونا وقالت المصادر إن الجزء الأول من الصفقة يهدف إلى دفع عجلة تنفيذ تفاهمات التهدية المرتبطة بإنجاز الصفقة ككل والتي على إسرائيل بموجبها تحقيق اختراق في قضية الحصار وتنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في وضع حد لمعاناة القطاع فهل إسرائيل جاهزة في هذا التوقيت للتوصل إلى اتفاق حقيقي؟ نتنياهو ذكي في اختيار المواقيت التي تخدمه سياسيا حتى بما يتعلق بالتطبيع وأكيد بما يتعلق بالصفقة لتبادل الأسرى أكيد سيختار توقيت مهم له قادر على تسويقه كإنجاز لجمهوره وخدمته في الانتخابات إفراج إسرائيل عن الأسرى الذين أعادت اعتقالهم بعد صفقة شاليط شرط وضعته المقاومة قبل الحديث عن أي صفقة مع الاحتلال ملف قد يشكل بحسب متابعين عقبة أمام نجاح الجهود المصرية سيما في ظل التعنت الإسرائيلي يبدو أن كل الاحتمالات مفتوحة أمام نجاح أو فشل جهود الوسطاء في التوصل إلى صفقة تبادل بين المقاومة وإسرائيل لكن تساؤلا مهما قد يجعل من فرضية الفشل أمرا طبيعيا وهو من سيلزم إسرائيل بتنفيذ شروط المقاومة واستحقاقات الصفقة أحمد غنم غزة الميادين